موسيقى مرحبا 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 بكم أعزائي المشاهدين من جديد نفخر بحجم المشروعات الضخمة في بلدنا لكن هذا لا يمنعنا من الحفاظ على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة أفضل وفي هذا الإطار تستمر للعام الثاني على التوالي حملة يوم بلا ورق التي تشارك فيها عدد من الشركات برعاية مجلس قطر للمباني الخضراء وللحديث أكثر عن هذه الفعالية معنا مشاهدين الكرام في تراحيب المهندس مشعل الشمرين ودير العام لمجلس قطر للأبنية الخضراء مرحبا مسألة بك وأنا بيتا رحيب مرحبا مسألة بك مهندس مشعل وانت بضيف انت رأي مكان في البداية يوم بلا ورق يعني هو يوم عالمي للتوعية بهمية حماية الغابات طيب لو تكلم عنها وفكرة يوم بلا ورق طبعا في دول كثير تحتفل أو تتنظم نفس الفعاليات هذه الهدف طبعا مش هو يوم واحد الهدف أنه رسالة من خلال يوم هذا النبه إلى موضوع معين نحن سأل فاتح بدأنا الحملة الأولى سواء دراسة مبدئية عن استهلاك الورق في دولة قطر وجدنا أنه يعني يفوق الخمسة ونصف مليون ورقة يوميا ورقة ايفور Kalauها المكتب كم مليون ؟ و تغريباً انا 5 مليون ورقة تستخدم يومياً في المكاتب مجبب أن ت نقول في الشهر أو في السنة لا لا في اليوم ن توجد خمسة ونصف مليون ورقة هذا الدراسة مبدئة وليس حسبنا ورقة الجرائد أووراق الاستخدام الصناعي والأمور الأخرى هذا فقط للإستخدام المكتبي طبعا الهدف من الحملة هذه أن نبه إلى أهمية أو تقليل استهلاك الورق مشكلة الورق بدأت من بداية ظهور الكمبيوتر أول ما ظهر الكمبيوتر الناس ظنت أنه بيغني عن الورق في بداية الثمانيات بالعكس تضح أن استهلاك الأوراق يزيد بشكل كبير بشكل ضخم وإنتاج الأوراق حملات كثيرة تنبه إلى أهمية زراعة الأشجار الشجر الذي يستخدم في صناعة الورق يكون شجر العادة عمره فوق العشرين أو ثلاثين سنة من ضمن أهداف الحملة أن تقود حملة إلى زراعة الأشجار لكن الأولى أن تحافظ على الشجر الموجود مثلا شجر عمرها ثلاثين سنة هذه أكيد استهلكت مياه واستهلكت وقت وعناية وتكلفة عشان توصل المرحل الذي فيها إذا شجر عمرها خمسة عشرين ثلاثين سنة فبالتالي يتم استخدامه في صناعة الورق الورق اللي عندنا في قطر مثلا الخمسة نص مليون أو ستة مليون ورق يوميا هذا تحتاج بحدود الخمسمائة ستمائة شجرة يوميا يعني تخيل عدد الأشجار اللي ممكن يستخدم عالميا على مستوى الشهر في الدوحة قبل مروح العالمية يعني إذا تكلم عن خمسمائة خمسمائة وخمسين لا هذا استخدامنا المحلي خمسة مليون وخمسمائة في الدوحة طبعا تتكلم خمسة مليون وخمسمائة يوميا يعني إذا رغم نتكلم عن عالميا كم تبلغ قيمة الورق المستهلك وأثرها على البيئة طبعا ما نتفكر بس أكيد يعني يوميا فوق المليارات يعني من 2-3 مليار ورقة يوميا أقل شيء نتكلم إحنا كدولة قطر يعني مقارنة بدول ثانية كاستهلاك نأكيد أقل بكثير من الدول الأوروبية كيف راح يكون أثرها أيضا على البيئة بالذات أننا تذكرت بأن يعني خمسة مليون تغريبا تحتاج إلى خمسمائة إلى ستمائة خمسمائة إلى ستمائة شجرة نعم يعني هذا استهلاك يعني عشان تتصنع طبعا الورق محتاج شجر محتاج خشب ومحتاج مياه عشان تبدأ تتصنع الورق هذا فهذا مستهلك كبير من الموارد الطبيعية طبعا الهدف احنا حمله يوم واحد بس النبه إلى خطورة الوضع هذا بس الهدف طبعا مش أنه يوم واحد لا الهدف أنه تغيير في استراتيجية الشركات من الأمور اللي حانا نركز عليها طبعا اللي احنا في الإنجليز يسمونها الـ 3Rs اللي هو reduce أو تقليل الاستهلاك reuse أو إعادة استخدام تعيد استخدام الورق وريسايكل وإعادة تدوير الـR الرابع يسمونها الحين refuse أو رفض الاستخدام لو واحد عطاك فاتورة أو ورق أنه ترفض الموضع هذا فالهدف أنه توعية طبعا توعية بيئية وتوعية مادية في شركات كثيرة من الشركات المشاركة اتخذت إجراءات مختلفة طبعا إحنا ما نشجع أنه تقليل استهلاك الورق بدون موجود بديل المفروض يكون فيه بديل طبعا البداء الكثيرة بداء الإكترونية وبداء الحديثة يعني مثلا استخدام الأرشيف الإكتروني يعني طبعا شركات كثيرة قاعدة استخدم أول شيء تقل تكلفة ثاني شيء عندك سهولة وصول المعلومات اللي موجودة في الأرشيف الإكتروني قواعد بيانات قواعد بيانات موجودة بكل سهولة سهولة الوصول للمواد هذه التنظيم يكون أفضل بكثير المكاتب مثلا واحدة من شركات المشاركة عندنا ما يستخدمون تقريبا الورق في نطاق ضيق جدا للعقود والأمور هذه المكتب كامل إكتروني طبعا عندنا شغلة يسمونها الأي كلاودز مثلا أو السحب الإكترونية كل معلوماتك مخزنة في سيرفر معين من أي مكان في العالم من موبايلك من دولة ثانية من مكان من البيت تقدر توصل للمعلومات موجودة تحصل لها عندك موضوع الملفات والأرشفة يعني في شركات عندها ملفات معرفة وانت ودي يعني أن كل سنتين قاعدين نسوون مثلا اتلاف الملفات والأمور هذه في مساحات أيضا في سيرفرات شركات أيضا متخصصة في مثل هذا توفير خلنا نقول سبيس معين للشركات التأجير فقط لأنك تأجر عندها المساحة يعني فننبه الموضوع هذا يعني بخلاف أنه موضوع بي وموضوع اقتصادي يعني من ضمن الأمثلة عندنا واحد من الفنادق المشاركة في الحملة منع توزيع الجرائي يعني تخيل الفندق 300 غرفة يوزع بحدود 300 إلى 400 جريدة يوميا ما هي البديل طيب البديل أنه عطى كمبيوتر شاشة التلفزيون عطاهم أكسس على الجرائد المحلية اللي موجودة طبعا عطاهم الأكسس لإنترنت مجانا يقول أنا دفعت تقريبا بحدود 1500 ألف خسائر من أني توفير الإنترنت مجانا بس وفر في سعر شراء الجرائد فوق 300 إلى 400 ألف ريال سنويا بخلاف أن أنت تخلف المخلفات هذه عشان تكلفك فلوس عشان أنت تنقلها إلى مثلا أو مناطق يعني إطلاف المخلفات والأمور هذه يعني في النهاية هو استفاد هو استفاد لكن لو أنت تكلف يعني إحنا يعني يمكن لو نقول حق المشاهدين الكرام لحماية الغابات يعني التوعية بأهمية حماية الغابات يعني حماية الغابات يمكن الشخص تبادر لذهنها يشدخني أنا في الغابات لكن في النهاية هذا الورق أصلا مستخرج من الغابات وهذا يعني هدف عالمي مش هدف لبس دولة قطار فقط للبيئة ككل في دول عالم أو في الكرة الأرضية لو بنتكلم عن مثل هذه الحملات شون هي تسهم في الحفاظ على البيئة مثل ما ذكرنا هي تقليل استخلاك الغابات يعني تقليل استهلاك الورق يعني هذا كلها لا تأثير بي الثاني شغلة يعني إحنا نستورد الورق مثلا من دول أجنبية من دول خارجية نستورد عندها بس المشكلة إحنا الورق لما نستهلكه ونودي إحنا كدولة بعد نعاني من المخلفات الورقية هذه يعني في مصانع عندنا مصانع تدوير وإعادة استخدام ورقة أو تدوير الورق لإعادة استخدامها وإعادة بيع بس على الأغلب يعني كمية كبيرة ورقة تروح للمهملات فإحنا حتى مو شرط أن يعني في ناس ما قلت تتفكرنا يعني غابة في برازي الآن بس أنت لو وصلك الأوراق هذه لو تكلم عن مليار ونصف مليارين ورقة سنويا هذه أكيد مليار ونصف يمكن هذه يتم إتلافها يعني أو ردمها أو في أي مكان فإحنا أيضا نتأثر في الموضوع نعم حتى من ناحية الاقتصادية يعني بخلافها نقول الفوائد البيئية للترشيد من استخدام الورق نفسه لو نتكلم عن الفوائد الاقتصادية يعني إذا أنت بتوفر ما راح تشتري ورق من بره أو تستخدمه قد نظر عن لي راح تعيد تدويرها أو إعادة استخدامها لكنه نتكلم عن الفوائد الاقتصادية إيش الفوائد الاقتصادية اللي ممكن أيضا تنعكس على عدم استخدام الورق نحن ذكرنا طبعا الفوائد الاقتصادية اللي هي تقليل التكاليف تقليل استهلاك الأحبار تقليل عدد الطابعات مثلا في الشركات عندها طابعات مكلفة فحتى صيانة وأمور هذه يعني تقلل تكاليف الطباعة تقلل تكاليف المعدات اللي تشتريها الشركات الشغلة الأهم بعد تطوير التقنية يعني الشركات لما يكون عندها تقنيات حديثة في تخزين المواد أو تخزين المعلومات أو إرسال المعلومات مثلا في الفاكسات الإلكترونية في الإيميلات يعني حتى الفاكسات يعني ما عادت ورقية في أجهزة كثيرة متطورة في المجال هذا يعني مستوى أداء الشركة أكيد بيتحسن أو مستوى أداءهم يعني احنا همنا طبعا المجال بيئي وأيضا أن يكون فيها عائد أو أن الشركات طبعا ما رح تساهم لشغلة أن تشوف ربحية من وراها أو أنها فايدة من ورا الموضوع هذا فأحنا شفنا حتى انعكاس الشركات فعلا لو لاحظ حتى معظم البنوك شركات الصالة قاعدت تبعث مفواتير إلكترونية إضافة إلى أيضا شكات صار في بعض البنوك تقبل أيضا الشكات الإلكترونية بكثير يعني الأمور هذه يعني توفر على أكيد على الشركات هذه الشغلة ثانية الأمور بي يعني لو تتكلم عن شركة الصالة عندها مليونين مشارك يعني تخيل مليونين فاتورة سنوية هذا شهريا هذا مجرد بس جزء واحد من معاملاتها الورقية نعم فهي موضوع متشعب وفيه أمور كثيرة نحن شاء الله في آخر الشهر بيكون عندنا ندوة بنشرح في نتائج الحملة الشركات المشاركة بتشرح مشاركاتها وأنشطتها في هذا المجال بالإضافة بيكون في بريزنتيشنز أو سمنار لشركات متخصة مثلا تعرض لهم أحدى التقنيات اللي ممكن تساعد المهتمين في المجال هذا سواء شركات أو أفراد نعم نحن بدورنا بعد ننصح مشاهدين الكرام بالتقليل من استهلاك الورق للحفاظ على الغابات للحفاظ على الغابات نعم مهندس مش عالش المدير العام لمجلس قطر لأبنية الخضراء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ومشاهدين الكرام ننتقل بكم الآن إلى السياحة بالذات أنه باقي يومين تفصلنا أو عن الأسبوع اللي راح يكون أو التسع أيام اللي راح تكون في سوق واقف الترفيه نعم أبرز الفعاليات والأنشطة اللي تنتظركم مشاهدين الكرام خلال هذا الأسبوع نتابعها أو نتابعها في هذا التقليل يترقب مرتادو السوق واقف بشغف انطلاقة الأسبوع الترفيهي للسوق والذي تبدأ فعالياته يوم الخميس وتستمر لمدة تسعة أيام وتتضمن العديد من العروض المتنوعة والتي تتوزع على النحو التالي ممر السوق حيث تنطلق فيه فعاليات ستيلت ووكر ساحة الأحمد ستكون مكاناً لألعاب الأطفال مثل ألعاب المهارة النطاطيات ركوب الحصان البوني أما مشرح الريان ستشهد خشبته عرضاً لمسرحية دور العالمية مركز الفنون ستعرض فيه فعاليات فنية وتشكيلية في حين مجلس الدامة سيكون لبطولة الدوحة للعبة الدامة كما ستشهد فعاليات أسبوع سوق واقف الترفيهي مشاركة واسعة لفرق شعبية تقدم فنونها الترافية للجماهير فضلاً عن جلسات وسمرات فنية على مسارح خاصة ستقام في زوايا وساحات السوق المختلفة وبعد هذا التقرير سوق واقف الترفيهي اللي راح يبدأ يوم الخميس أي بعد بكرة نكون مصدنا معكم أنا وزميلي خالد إلى نهاية برنامج ترحيب لهذه الليلة ونقول لكم في أمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة